ينضم إلينا من حيفا الدكتور امتانس شحادة النائب السابق في الكنس الإسرائيلي دكتور شحادة مرحبا بك على شاشة الغد هذه الخلافات التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية وحتى يتدخل فيها شخصيات قيادات في جيش الاحتلال أيضا إلى أين ستسير عجلة هذه الخلافات؟ المساء الخير الخلافات في تصاعد والخلافات ستستمر وربما تتعمق بسبب الأزمة العسكرية على أرض الواقع وبسبب عمليا الطريق المسدود لغاية الآن اللي وصلت له الحملة العسكرية الإسرائيلية صحيح حياة الحرب الإبادة ضد أبناء شعبنا في غزة هناك ضمار وهناك قتل عشرات الألاف وعشرات ألاف المصابين وتدمير شبه كامل لقطاع غزة ولكن على أرض الواقع إسرائيل لم تحقق الأهداف الاستراتيجية العسكرية الاستراتيجية التي وضعتها وما زال الوضع هكذا وهناك خلافات حول ملف أو كيفية إدارة ملف الأسرى والمخطفين والمفاوضات إذن الخلافات ستستمر بالوجود وستزيد وتتصاعد عمليا كل ما كان في أزمة سياسية وعسكرية خاصة بين نتنياهو وحزب المعسكر الرسمي جانس وايزينكوت والآن يعني دخل ساعر إلى الصورة وفي ظل انتقاضات حادة تجاه نتنياهو انتقاضات من الإطار الأمريكية وانتقاضات داخلية في إسرائيل من قبل أهالي الأسرى والمخطفين وما زال نتنياهو متهم أنه عمليا يدخل أهالي الأسرى والمخطفين أهداف الشخصية والسياسية من ضمن سلم الأولوية يضعها في رأس سلم الأولويات ويضيفها إلى عمليا الأهداف القومية أو يفضلها أحيانا على الأهداف العسكرية والإسرائيلية سيكون هناك إشكاليات وتستمر هذه الإشكاليات في ضوء يعني التعدد الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة دائما هي توفر مجال لوجود خلافات وزيادة هذه الخلافات دكتور إشحادة يعني أشرت إلى الوزير بدون حقيبة جدعون ساعر يعني هو يهدد بالخروج من الحكومة إذا لم ينضم إلى حكومة الحرب في غضون أيام قليلة وكأنه يوجه انذارا إلى نتنياهو ماذا يمثل هذا التهديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي؟ يعني أول شيء نتنياهو نجح في تفتيك المعسكر الرسمي مرة أخرى يعني هذا الانشقاق ساعر عن المعسكر الرسمي يعني يخسره أربع مقاعد ويضيفها إلى التحالف اليميني السابق من أربع وستين مقاعد بالإضافة الآن أربع مقاعد هذا يعزز من مكانة نتنياهو لكن ساعر يبحث عن مكانة سياسية يبحث عن دور سياسي وينظر إلى الانتخابات القادمة ويريد أن يقيم حزب يميني يسميه معتدل وعملين اليمين التقليد هل يريد أن يقدم نفسه كبديل لنتنياهو؟ نعم نعم هو قدم نفسه في السابق بديل لنتنياهو وفشل الآن هو على هامش المشهد السياسي وداخل حزب المعسكر الرسمي لم يكن لديه أي ضور جدي ولا مكانة جدية بسبب حالة الحرب وهو الآن يريد أن يقلق أو أن ينتج مكانة سياسية له في هذا الحراك السياسي بين نتنياهو بين جانس وآيزينكوت ولذلك هو عمليا خرج أراد الاستقلال وأن يتميز عن جانس لأنه هو إيدولوجيا هو يمين متطرف ساعر على يمين نتنياهو من ناحة المواقف السياسية ويريد عمليا أن يكون عنوان الآن اليمين المعتدل هو يسميه يمين معتدل القصد اليمين الليبرالي الذي لا يريد أن يغير جهاز القضاء وهو اللي ده مشكلة شخصية مع نتنياهو لذلك كل هذا الحراك الآن لكي يصنع له مكانة في المشهد وهل أفهم من ذلك دكتور شحادة بأنه نتنياهو سيرفض دخول ساعر إلى مجلس الحرب؟ يعني نتنياهو في ورطة نتنياهو يريد أن يدخل ساعر في مجلس الحرب لكي يقلل من حصة أو تأثير جانس وآيزينكوت في صناعة القرار ولكن في هذه الحالة بنكفير وكذلك سيطلباني نفس الأمر صحيح هذا المطب الآخر يعني إذا دخل ساعر إلى مجلس إضاء مجلس الحرب عمليا كبنية الحرب لكي يعزز يعني الموقف اليميني والموقف الذي يريد استمرار الحرب ويريد يعني تحقيق أهداف إسرائيل بالقضاء على قدرات حماس وإعادة السيطرة على كل الضفة الغربية واحتلال غزة ولكن هذا عمليا سيؤدي أن يطلب بنكفير الدخول إلى مجلس الحرب لأن حصتهم شبيهة أن عدد المقاعد لديهم أكثر حتى من مقاعد الساعة لذلك يعني حينها ستكون إشكالية جدية لنتنياهو أيضا لقانس وآيزينكوت يعني ستكون حجة أمام قانس وآيزينكوت أن يخرجها منها أن يعني يفككها هذا التحالف لأن شرطهم الأساسي كان أن يكون مجلس إدارة الحرب بدون بنكفير وسموتريش يعني في حال إدخال بنكفير وسموتريش أيضا سيضع نتنياهو في مأزق أمام الإدارة الأمريكية يعني قسم من الرأس الرأي العام الإسرائيلي يعني الأمور مركبة بالنسبة لنتنياهو كافة الخيارات غير سهلة لذلك نتنياهو سحاول مرة أخرى المناور بين كل هذه الضغطات وكل هذه الاحتياجات وأن يصل إلى طريق ضباضية طريق مبهمة وأن يخدع الشركاء مرة أخرى يعني نتنياهو كبير في خداع الشركاء وسيستمر في ذلك للخروج هو ماهر فعلا هو ماهر فعلا في خداع الشركاء لكن هل بنفس المهارة يستطيع أن يخدع الرأي العام الإسرائيلي عندما كان يتحدث اليوم عن أن حكومته وهو شخصيا تواجه أو يواجه ضغوطا دولية لا لا أبدا أبدا هو لا يستطيع أن يجذب ويخدع بعد الرأي العام الإسرائيلي ولكن نتنياهو الآن لا يهتم لكل الرأي العام الإسرائيلي وهو يهتم في مخاطبة يعني قواعد اليمين واليمين المتطرف لأنه نتنياهو يعني يشاهد كيف مكانته تتراجع أو تراجعت منذ السابع من أكتوبر خسرة يعني قسم كبير من مصوطي اليمين ودعمي الليكود الذين صوتوا للليكود في الانتخابات الأخيرة يحصل على بين 17 إلى 19 مقعد الآن في استطلاعات الرأي لذلك يريد أن يعزز مكانته في قواعد اليمين واليمين المتطرف بهدف أن يعني أن يحصل على أن يتخطى حاجز العشرين مقعد وربما يتراجع جانس إلى تحت 30 مقعد حينها اللعبة تختلف يعني يريد أن يعزز مكانته وأن يقلل أو يخسر جانس من مكانته لذلك يذهب في موقف متشدد نتنياهو بدأ الحملة الانتخابية الصدام مع الإدارة الأمريكية والخلافات مع بايدن تفيد نتنياهو في قواعد اليمين وتفيد نتنياهو لده هذه الشرائح لأنه فقد الأمل من غالبية المجتمع الإسرائيلي ولذلك هو يريد أن يحصن مكانته داخل اليمين واليمين المتطرف وربما أن يسحب من بقية الحلفائه الطبعيين في اليمين مقاعد لتعزيز مكانة اللي كوت في الانتخابات القادمة دكتور شحادة متى تصل هذه الخلافات التي يعني يلاحظها كل الناس في داخل إسرائيل وخارجها متى تصل إلى النقطة التي تهدد بالفعل بقاء الحكومة والأمر الذي يدعو الناخبين إلى اختيار حكومة أخرى انتخابات مبكرة مثلا لا خلينا نفصل التهديد أو تفكيك حكومة الحرب بتحالف جانس وآزينكوت هذا هناك احتمال وارد أن تتفكك ولكن جانس وآزينكوت ينتظران يعني فيه موضوعين مهمان بالنسبة لهن قضية مفوضات وقف إطلاق النار وإطلاق صرار الأسرع والمخطفين هم يردون إنجاز ذلك يعني هم يعتقدون أنهم يمثلون أهالي الأسرع والمخطفين في كابينت الحرب في مجلس الحرب وهم يعني الصوت العقلاني داخل كابينت الحرب ويردون إتمام الصفقة والعامل الآخر هم ينتظرون التطورات في الجبهة الشمالية هل ستفتح أو تتوسع الجبهة مع حزب الله أم لا في حال يعني هدولة إما توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير عدد من الأسرع والمخطفين بعد ذلك بالإمكان أن ينسح بجانس وآزينكوت من الحكومة ولكن هذا يبقي تحالف اليمين يعني نواة اليمين 64 مقعا عند نتنياهو تحالف ثابت ومتين لا يوجد أي مركب من مركبات هذه التحالف يعني لا أحد يستعجل منهم للذهاب إلى الانتخابات لأنه يعرف إذا ذهبوا إلى الانتخابات الاحتمال كبير جدا أن لا يعودوا إلى الحكومة بعد الانتخابات ولذلك نعم فيه احتمال من خروج المعسكر الرسمي ولكن هذا لا يعني الذهاب إلى الانتخابات مباشرة لأنه أحزاب اليمين واليمين المتطرف وحتى المتدينين القردين سيعملون جاهدا للحفاظ على هذه الحكومة والتغلب على كافة الإشكاليات والنزعات حتى في قضية تجنيد يعني القرار محكمة المحكمة العليا بوجوب إقرار قانون لترتيب تجنيد المتدينين سيجدون لذلك حل وسط لا أحد من أحزاب اليمين يريد تفكيك هذه الحكومة الانتخابات في عجالة دكتور شحاد يعني قبل أيام كان هناك تقرير للجهاز المخابرات الأمريكية عن أن حكومة نتنياهو في خطر يعني ماذا لمست من تفاعل لهذا التقرير في الداخل الإسرائيلي واضح تفاعل جدا أول شيء نتنياهو يعني عقب على هذا التقرير يعني المقربين من نتنياهو هاجموا هذا التقرير والإدارة الأمريكية الشارع الإسرائيلي مرة أخرى الشارع الإسرائيلي يعني نتنياهو فقط ما كانت وفقط ثقة المجتمع الإسرائيلي نراحل ذلك يعني منذ السابع من أكتوبر لغاية الآن كان فيه تراجع كبير لمكانة نتنياهو ومكانة حزب الليكود وهذه العوامل العملية نعم تؤثر عن رأي العام في إسرائيل الخلاف مع الإدارة الأمريكية يؤثر على يعني كل من هو ليس يمين يؤثر عليه لذلك نعم هاي تزيد من أزمة نتنياهو من ورطة نتنياهو وتشكل عامل ضغط لتحرك الشارع الإسرائيلي يعني هذا التحرك لغاية الآن مهم ولكنه غير كافي ولا يشكل تهديد على حكومة نتنياهو لأن هذه التظاهرات يعني المطلب الرئيسي هو تحرير الأسر والمخطفين وليس تضي الحرب من يتظاهر يريد الاستمرار بالحرب ويدعم الحرب على غزة وحرب الإبادة على غزة ولكن يريدون تحرير الأسر والمخطفين ويقولون بالإمكان بعد ذلك الاستمرار بهذه الحرب ترجمة نانسي قنقر